ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب اكونوا كلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد من مدجر جوجل بلاي الامريكي النهاردة ان شاء الله هنحصل نقاط من حسابين المستوى البلاتيني وهو المستوى الاعلى في المدجر الامريكي هنحصل النقاط دي من حسابين وهي النقاط الاسبوعية الاسبوعية يعني مش الطبقات المجانية الطبقات المجانية نزل العشرين اه وخلصوا على كده اللي ما حملش العشرين طبعا او اللي خد اقل من كده انا نزلتلكم في الفيديو بتاع المدجر البريطاني من كام يوم كده ازاي تاخد بقية النقاط اللي نقصالك حتى الان منزلش عشان في ناس كتير انا شايفهم في التعليقات بيسألوا منزلش طبقات الطبقات دي مش بتنزل كل يوم يا شباب اتفقنا الطبقات دي مش بتنزل كل يوم انا بس بنبه عليكم اه انا عارف ان في ناس جديدة في الموضوع فكانوا متخينين الطبقات بتنزل كل يوم لا مش كل يوم بينزل طبقات اكيد انا مش اخدعك ولا هجزب عليك اه النقاط اللي احنا نحصلها دي المستوى البلاتيني اللي انت بتحصل عليها اسبوعيا يعني كل اسبوع بتاخد نقط بس مش عن طريق تطبيقات دي بتبقى حاجة اسمها الميزات تمام دي بتبقى فوق المستوى البرونزي ترى ما انت برونزي مش عندك فوق البرونزي بتاخدها فانا بوريك المستقبل انت لما توصل للمستوى الزهبي او الفضي او البلاتيني اللي هو اعلى مستوى النقاط اللي ممكن تحصل عليها وكمان عندنا الموقع الخرافي ده اللي احنا بنشحن منه شدات للمتابعين وبنفرحهم يعني النهاردة هنوزع شدات وكمان هنجيب نقط جوجل بلاي في المتجر الامريكي في الحسابين البلاتيني اللي عندي تمام يا شباب اتفقنا كده انا قلت لكم في مقدمة الفيديو احنا هنعمل ايه نروح لستوديو اليوتيوب علشان نختار الناس اللي احنا كسبناهم وانفرحهم هنا يا شباب لو انتم شايفين في التعليق المثبت انا كاتب لكم وصلوا الفيديو لخمسمائة لايك وشوفوا الفيديو من اول والاخر واسحب على الفيديو جواز تمام طيب الفيديو اصلا ما وصلش هنا لخمسمائة لايك هو تلتمائة وعشرة لايك بس بس انتم حبيبي انا مقدرش ازعالكو يعني تمام انا بس هوريكم الحاجات اللي انا هوزع عليها يعني انا متأكد الفيديو هنا الاحساب بتاعته متوسط من المشاهدة ده معناه ان فيه ناس كتير فعلا شافوا الفيديو من اول والاخر يعني ناس كتير فعلا عملوا كده اه مشاهدات وقليلة اه لايكات وقليلة بس انا مش هقدر ازعالكو ده اول فيديو انا هوزع عليه الفيديو التاني اه ده عدى الخمسمائة لايك هنشوف احصاياته ايه مع بعض اه متوسطة مش وحشة وعدى الخمسمائة لايك نوزع ده كمان لعيوم مشتركيني الجمال جدا جدا اه الفيديو اللي بعده والمتجر البريطاني اللي هو ده كان اخر فيديو نزلته وبعده بنزلت البس المباشر هنا واضح جدا ان الناس اصلا فتحت الفيديو وقفلته مع ان الفيديو ده يا شباب فيه صغرة مهمة جدا 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 للمتجر الامريكي او البريطاني او اي متجر الفيديو ده كله معلومات مهمة انا مش عارف لانتوا فتحتوا وقفلتوا بس انتوا حرين يعني فعموما انا هوزع دلوقتي على الفيديو هين دول اللي هو الفيديو ده والفيديو ده مشتركين الجمال معنا اول فيديو هنا اللي هو مستحيل الحظ الفيديو اللي انا جبت فيه الاسكنات المسك كلها بتاعت السيزن السبعتاشر ده اول واحد هوزة عليه ندخل على عجرة الحظ بتاعتنا ونشوف مين طبعا بشكر كل الناس اللي دعمت الفيديو ده يعني مشكورين جدا 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 على الدعم الاسطوري بتاعكم واتمنى من كل الناس ان تدعمني طبعا انت مش بتخسر حاجة انت بتعمل لايك بتشوف الفيديو من اول لاخره وبوز عليكم بابجي محمود ابراهيم مبروك عليك يا محمود ابراهيم هو مش كاتب حاجة جير بابجي محمود ابراهيم بمنتهى السهولة نروح على موقع ونشحن للرجل المحترم ده ونرجع لكم تاني احط بس الاي دي قدامكم كده عشان بيبقى مكتوب في الاول الاي دي بتاعي انا مش عارف اللي انا دست عليه ده تعديل تمام نحط الاي دي بتاع محمود ونتأكد من اسمه تمام الاي دي مظبوط واسمه محمود فعلا في اي بي اكسترا بوينتس واو هايل انت هتاخد بوينتس اضافية طيب اه نتدي له واحد وكم واحد وسبعين شدة الف مبروك عليك يا حودة كونجرةشن او ابجريات وفي اي بي في اي بي واي لكي بوكس اه بي اي بي سنتر انه انا ادني في اي بي في موقع ميتس باللحة اه في اي بي دين بتاعي اي بي اي بي اي بي انا بشحن لمحمود اه اي بي شدة такộ بوينتز. ابقى ارى الموضوع ده وبقى اشرح لكم عنه بعد كده يا شباب عشان ما نضيعش وقت الفيديو بس. آآ نشوف الفايز اللي بعد كده. ندخل على اليوتيوب. ودي الفيديو اللي بعد كده اللي هو احدث نقاط المتجر. آآ لا مش ده. ده الامريكي برضو. تمام? الامريكي. ماشي. احنا جبنا خلاص الفيديو اللي قبله وناخد بقى ايه الفيديو اللي بعده. لا المفروض نخش على موقع الروابط الاول. نحط رابط الفيديو. ايه واي يا عم? اه هو بيسخف علي بس معلش يا شباب. ده الرابط التاني. آآ جيت يوتيوب كومنتز. مية وتلاتين تعليق. مش مقررين كمان انا شلت المتكرر. مين اللي هيكسب معانا? معلومة على اللي عايز يشحم بالكبوم موجود معا في المتجر الفرنسي. ايه اللي انت بتقوله ده? موجود في المتجر الفرنسي بس مش تعرف تشحنه ولازم تشحم بعشرة يورو علشان تاخد المتجر بقى بكبوم. ما انا قيل الكلام ده من زمان يا عم. آآ انا مفهمت قاسمة خمسة اشحنهم ولا شو لو صبحت الرد والله رديت عليك في كومنت. بس انت لو كنت كتبت الاي دي بتاعك كنت اكسبت. ماشي. لا يصد ان هو بتيجى على طول لما تنزل المتصفح. ما انا كده كده بحطتلكه آآ جبتلكه الترية بتعملوها من المتجر من غير. طيب انا هشوف حد حاطة الاي دي يا شباب لان مفيش حد حاطة الاي دي تقريبا. لا في اي دي اهو. سبحانه وتعالى انا فتحت حساب جديد حسابي تسرق. اوكسن بلا سبحانه. اعطيك حسابي وحيد. اوقع تدي حسابك لحد يا وحيد ما تديش لحد حسابك تماما. ولو جوهرة ده ايه ده? ده free fire. اوكي ده free fire. ماشي والله لو نفرح free fire كمان. لحزة واحدة ونفرح الرجل بتاع free fire وهارد لك على حسابك. ان شاء الله حسابك الجديد ده يبقى افضل منه. انت طلبت جوهرة انا هزبطك يا معلم. ميت جوهرة يعني ميت جوهرة لعيونك حبيب قلبي يعني. وطبعا يعني انا حزينة على حسابك اللي تسرق. ان شاء الله ربنا عوضك خير متزعلش هيكلها في الاول وفي الاخر اللعبة. اه ده اسمك في اه اه ريدر شيخ صح? اسمك في اللعبة free fire صح كده? ان شاء الله ربنا يفرحك وامتزعلش. واكون ادارة ان انا كمان افرحك وابسطك مش عارف اقول لك ايه بصراحة يعني انا بداقي جدا من الحاجات دي. يلا نشحن له الميت جوهرة ونرجع. الكود بتاعك اتاخر قوي 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 بصراحة. فضلت مستنيه كل ده لحد ما يجيلي على الموبايل عشان اشحن لك. يعني الحمد لله خلاص كده امعلم انت اوصل لك الميت جوهرة انت طلبت جوهرة. جالك ميت جوهرة انا مبلعبش فري فاير ومش عارف الجوهرة دي بتعمل ايه? او الميت جوهرة ممكن يعملولك ايه? بس كل اللي اقولولك ان انا ببمنى اكون فرحتك. تمام يا شباب? يريد على طول تدعموني. وصلوا الفيديوهات دايما لاكتر من خمسمائة لايك. انا بدعمكم. اه انتوا عارفين ان انا بحبكم. نزلت لكم استرويهات لان الاسترويهات فتحت عندي في القناة. اه اشتغلوا على الاسترويهات شوية اتفعلوا في الاسترويهات شوية. يعني حسسوني ان في ناس في ظهري كده اخوتي في ظهري زي ما انا في ظهركو. اي نعم انا بدعمكم ولو بحاجة بسيطة كناة صغيرة لكن صدقوني كناة ما بتجيب ليش اللي انا بدعمكم به ده خالص خالص والله خالص. انا بس بحاول ادعمكم يعني انا مش عايز حاجة غير بس منكم الدعم. يلا بنا ندخل بقى في الفيديو بتاعنا ومعانا متجرين المستوى البلاتيني اللي هو اعلى مستوى في المتجر الامريكي طبعا اتفقنا ان احنا هنجيب مع بعض نقط النهاردة وهي نقط الميزات. هكلمكم بس عن عروض الاشتراكات اللي تحت دي لان الناس كتير مزالب بتسأل عليها. بص يا حبيب قلبي هنا انت في المستوى بتاعك بيقولك انك على الدولار الواحد بتاخد كذا. هنا مثلا ربح واحد واربعة من عشرة نقطة لكل دولار. انما انت لو بتستخدم الطبيقات اللي تحت دي. لو بتلعب لوردس موبايل مثلا لو بتستخدم الطبيق ده او الطبيق ده. هنا بيقولك مثلا في الشهر بتتفعله كذا. مثلا عشرة دولار ده بتتفعله مثلا هنا عشرة دولار برضو مكتوبة او هنا هنا تلتاشر دولار. التلتاشر دولار دول هتاخد خمسة وستين نقطة في الشهر على الاشتراك الشهري اللي هو تلتاشر دولار. هنا هتاخد سبعين نقطة. يعني بمعدل مثلا هنا سبعة على الدولار سبعة نقطة على الدولار مش واحد واربعة من عشرة او حسب اللي مكتوب لك هنا. دي مزة الاشتراكات بس لو بتلعب اللعب دي وبتشحن فيها. يعني انت ملكش دعوة بيها لو انت متشحنش في اللعب دي خالص عشان الناس كتير بس ايه سألتني عليها اما فافضل شي عشان تشحنها بتخش في اعدادات الهاتف بتخش في الحسابات والمزمنة بتقفل كل الحسابات اللي مفتوحة عندك بتخلي الحساب بس اللي هتشحن منه وبتروح دايس عليها بتديك ستين شدة جوه لعب ببجي موبايل مش لازم يكون خالص الاميل اللي انت بسجل به في اللعب املوش دعوة بيديك ستين شدة اتنين صندوق امداد صندوق كلاسيكي وصندوق مميز وما بحبس دي خالص انت لو عايش شدات ومعاك تلتمية نقطة حضرتك بتنزل على جوجل بلاي تحت بطاق جوجل بلاي وبتشحن قصيمة الدولار وبعدها بتشحن الاتنين دولار يعني كده هتاخد التلات دولار التلاتة دولار دول هتاخدهم كام تلتمية وعشرين يوسي ستين وستين وستين تمام ده لو انا حاسبها صح يعني ستين وستين مية وعشرين وستين لا مية وثمانين يوسي بدل ما تاخد ستين يوسي وشوية سنديق انت اولى بالمية والمية وتمانين يوسي دول ممكن تشحن بهم الريال باس تمام يا شباب يلا بينا ندخل بقى على الحاجة اللي احنا بنزلها كل اسبوع يوم الجمعة ان انت لما مستواك لو انت مستواك لسه برونزي لما مستواك يرفع ويبقى فضي او دهبي او بلاتيني زي ما انت شايف قدامك كده اللي انت ممكن تحصل عليه طبعا قلتلكم القايمة بتاعة الميزات دي هتتفتح عندك مجرب ما تعدي المستواك البرونزي وما تقلقش انت كده كده هتعديه لان احنا لسه في بداية السنة انا بقى وعيدك انك هتعديه الموضوع بيبقى رخم شوية في البرونزي ولكنك هتعديه باذن الله يعني باذن الله رب العالمين هتعديه هتعديه وقت ما تعديه انت هتفرح جدا لان هيبقى عندك كل اسبوع جايزة يعني انا عندي النهار ده هو جايزة وبيقولي الجايزة اللي بعد كده يوم 12 فبراير تمام يا شباب كل اسبوع ليه جايزة الجايزة دي بتختلف حسب المستوى المستوى الفضي من 53 نقطة المستوى الدهبي من 500 نقطة المستوى البلاتيني بتوصل لخمسمائة نقطة يلا بينا معنا 68 نقطة دلوقتي ندوس على مطالبة تحت كاتبلك قدامك اهو كاز بما يصل الى خمسمائة نقطة يلا بينا نشوف حزنا ونشوف هناك كم نقطة دلوقتي حالا نقول بسم الله ونضرب حزنا عشر نقط بقى معنا اه سبعة 78 نقطة في الاكاونت ده طبعا انا متاح ان انا يطلع لي الحد خمسمائة نقطة وطلع ليه اكتر من مرة خمسمائة نقطة قدامكم يلا بينا نفتح الحساب التاني ده خدنا منه 78 نقطة نفتح الحساب التاني ده طبعا ممكن تاخده من نفس الحساب دون او صغرات او مش محتاج تعمل اي حاجة الميزاب بتاخد عادي جدا فيش مشكلة خالص اهي مفتوحة عندي برضو في المتجر الامريكي التاني معايا في المتجر ده 33 نقطة بس يا رب كده يكون وشكو حلو علي وافرح بخمسمائة نقطة خمسة دولار دلوقتي خش اشحينهم قدامكم ببابج موبايل مش نقطع نقول بسم الله ونضرب حزنا بسم الله خمسين نقطة زي ما انتو شايفين خدت خمسين نقطة تخيل انت لو بتاخد النقط دي اسبوعيا انت هتبقى عامل ازاي يعني انت لو خدت النقط دي اسبوعيا هتفضل تعلي الليفل بتاعك اصلا يعني حتى لو انت دهبي وخدت خمسين نقطة او متين نقطة هتعليك وتوصلك للليفل اللي بعده وتقدر توصل للمستوى البلاتيني بسرعة اي حد عنده استفسار انا طبعا شفتكم يعني عايزين ما شفتوني شحنت من المتجر البريطاني عايزين شغل على المتجر البريطاني وعايزين الرمز البريدي وعايزين ازاي نعمل بريطاني ونتعامل في البريطاني لو انتو عايزين ده انا ممكن انزل لكم فيديو بكرة عن المتجر البريطاني اكتبوا لي في التعليقات ما تنسوش تعملوا لايكات ووصلوا الفيديو اه لاكتر من خمسمائة لايك اعملوا لي اه شوفوا الفيديو من اول والاخر عشان لو وصل برضو احسايات الفيديو ده لارقام كويسة انا ان شاء الله بازن الله ربنا يكرمني وهوزع لكم جواز برضو على الفيديو ده ما تنساش لو مش مشترك في القناة اشترك معانا اه اشوفكم على خير دايما في فيديو جديد ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة